السلام عليكم bonjour les amis هناك الكثير من التعابير الفرنسية المجازية c'est-à-dire les expressions idiomatiques والتي تستعمل فيها كلمة اليد la main أو الأصابع les doigts نبدأ بالعبارة الأولى donner un coup de main donner un coup de main بمعنى قدم يد المساعدة donner un coup de main لا نعرف هل أخذها منا أم أخذناها منهم نعرف ننتقل للعبارة الثانية prete main forte هذه العبارة هي الأخرى تعني تقديم يد المساعدة لكن بشكل كبير بمعنى الإنقاذ prete main forte العبارة أخرى de second main de second main تعني شيء مستعمل شيء مستعمل يعني سبقى سعمل نضعها في متل لكي نفهمها أكثر sur le site Amazon il y a des articles 9 et des articles de second main sur le site Amazon il y a des articles 9 et des articles de second main في موقع مقابل هذه العبارة باللغة العربية يقول لكي نفهمها أكثر من المساعدة طلب يد هذه الفتاة ستفي للزواج لكي نفهمها أكثر من المساعدة ننتقل إلى عبارة تخص أصابع اليد أو أصبع اليد مَتْرَ لَوْضَعَوْا عَلَى الْشَيْءَ ايْ عَرْكَزَ عَلِيْهِ مَتْرَ مِتْرَ لَوْضَعَوْا عَلَى الْشَيْءَ اوْ عَقَّزَ عَلَيْهِ مِتْرَ مِتْلَ مَتْرَ لَوْضَعَوْا عَلَى الْدَأْ اي اكتشف الداء متخل دواء سور المال عبارة اخرى انبون ما انبون ما بمعنى في اياد امينة فعندما تريدو ادخال ابنك الصغير لاول مرة لرود الاطفال فمربية الاطفال تحس بخوفك على على طفلك على فلذات كبيدك فتطم انك بقولها نكراعين مصير votre enfant est en bonne مه نكراعين مصير votre enfant est en bonne مه لاتحف سيدي فارتفلوك في اياد امينة اتري بيانتو